طب دكتور هسألك سؤاله وتود علي بمونتهى الأمان تود علي لو سمعت نعرف ان السؤال ده ضد يعني كده بس حالك هتود علي فيه ناس بتقول انه فيه جال بيتحط أوكي والستات بوكت تقوم بتمرين لو هي الحتة دي عندها عريضة والتيب ده نازل شوية لتحت فالتمرين ده بيبقى انه الجال بيتحط وافضل طول النهار اعمل كده أوكي وافضل طول النهار طب الميكب خلص راح كده انتهينا بس مش مهم كده أوكي فده مع الوقت يعني كل يوم هما بيقولوا انه ده المفروض بنعمله ساعة كل يوم بعد شهرين تلاتة شكل مناخلي بيتغير هو إجابة السؤال ده هجاوبهولك ان فيه أطباء كاترين بيعملوا جراحة تجميل الأنف ومعندهمش خبرات كتيرة فيها ونتيجهم مش كويسة يعودوا يقولوا للحالات بتاعتهم حطي لازق المدة تلات شهور على الأنف أنا بقول اللي معدلتوش العملية مش هيعدله المساج والكريم يعني في الآخر إذا كان فيه عيب في العظمة ده أكيد مش هيروح بالتريتمنت أنا هكمل إذا كان فيه عيب في العظمة أكيد مش هيروح بالعلاج ده وإذا كان فيه عيب في الغضريف مش هتبقى أكثر تحديداً وأصغر بهذا المساج لا الشيء ده غير مؤثر وغير مجدي نفس